يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية ودخل إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري 70 شاحنة مساعدات إنسانية بالإضافة إلى دخول أربع شاحنات وقود ويجرى إدخال الشاحنات بتنصيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ونرواء لتوزيعها على الفلسطينيين في غزة